اهلا ومرحبا بك صديق المشاهد في لقاء جديد مع برنامجنا الاسبوعي قصة الكنيسة وصلنا بنعمة المسيح في دراستنا لسفر الأعمال إلى الأصراح السابع وهذا الأصراح المشهور والمعروف بدفاع استفانوس أمام المجمع اليهودي وضعت له عنوان المتهم الذي أصبح قاضيا كلنا فاكرين أنه تم اختيار استفانوس لخدمة الموائد مع ستة آخرين لكن خدمته التسعد فهو كان شخص مملوء إيمانا وقوة كان يصنع عجاب وقوات في الشعب كان اليهودي يحورونه في هذا الإيمان الجديد ولم يقدروا أن يقاوموا الحكمة والروح الذي كان يتكلم به كل دا شوفناه في الأصاح الماضي أصاح ستة ويبدو أنه استقر الرأي في المجمع اليهودي على التخلص من أصفانوس لكن كان لابد من إعداد التهم المناسبة لقتله قاتوا بشهود زور واللي قالوا أننا سمعناه يتكلم بكلام تجديف على موسى وعلى الله وأقاموا شهود كذا بيقولون هذا الرجل لا يفتر عن أن يتكلم كلاما تجديفا ضد هذا الموضع المقدس اللي هو الهيكل طبعا والنموس يبقى ضد موسى ضد الله ضد الهيكل وضد الناموس يبقى فيه أربع اتهامات موجهة ضد استفانوس يجدف على موسى يجدف على الله وضد الهيكل وضد الناموس وفي المجمع سألوا رئيس الكهنة في أصاح سبعة وآية واحد أترى هذه الأمور هكذا هي وهنا ابتدى استفانوس حديثه واللي عرف بدفاع استفانوس والحقيقة لم يقف أبدا عند حد الدفاع عن نفسه بل كان دفاعا عن إيمانه المسيحي الجديد وفي طريق دفاعه كشف عن حقائق عميقة في قلب التاريخ اليهودي واللي ما شفهاش كل المجتمعين لكنه في دفاعه بدأ يعيد التهم الموجهة إليه ويمكن ما التزمش بترتيب التهم الأربعة زي ما أوردها شهود الزور فبدأ حديثه عن الله وبعدين عن موسى وبعدين بالطبع رابط ضمع النموس وبعدين أكمل حديثه عن الهيكل وهو بيرد التهم الموجهة ضده أولا دفاعه في التهمة أنه بيجدف على الله اتهموه ضورا في أصح 6 وآية 11 أنه بيتكلم بكلام تجديف على الله فقدم هذا الدفاع وفيه بيعلن إيمانه بشخص الله وبأنه الإله القدير اللي صنع أمور عظيمة مع الآباء وحرص في بداية حديثه وحتى النهاية أنه يؤكد على أن حضور الله غير مرتبط بمكان أو أرض محددة مثل أرض كنعان المقدسة أو قاصر على مبنى محدد زي الهيكل عشان كده يقول في أصح 7 وآية 2 ظهر إله المجد لإبراهيم في أور الكلدانين قبل أن يجيء إلى كنعان يعني الله غير محدود بمكان وبالتالي كما ظهر لإبراهيم في أور الكلدانين وأعطى الرب الشريعة لموسى بعيدا عن أرض كنعان وقبل أن يبنى الهيكل أعطاه الشريعة في البرية على جبل سيناء في صياق دفاعه عن اتهامه بالتجديف على الله عرض لحضور هذا الإله وعمله العظيم في التاريخ بصفة خاصة في حياة إبراهيم وحياة يوسف في الآيات الأولى من أصح 7 بالذات من آية 2 لـ 8 اتكلم عن إبراهيم وخروجه من أور الكلدانيين وذهابوا إلى الأرض التي ورسها وكلام الرب ليه في هذا الوقت وحكى هذا التاريخ وإنه إزاي الرب إداء الختان علامة وعمل ده مع إسحاء وخاتنه في اليوم السامن وإسحاء ولد يعقوب وحكى عن هذا التاريخ وهو بيدافع عن نفسه وهو بيتكلم في دفاعه عن الله عن إيمانه في شخص الله قال عنه إله المجد أي إن الله أعلن عن نفسه لإبراهيم من خلال هذه العلاقة الخاصة اللي بدأها الله بنفسه فكان إبراهيم في أور الكلدانيين وكان مع كل عائلته بيعبدوا آلهة أخرى بيعبدوا الأصنام زي ما بنعرف من يشوء 24 في هذه البيئة الوسانية ظهر الله وتكلم لإبراهيم وأخبره أن يخرج من أرضه من عشيرته ممكن يفهم البعض من كلام استفانوس إن الرب أمره بالخروج وهو في حران بعد موت أبيه لكن الحقيقة إن الرب أمر إبراهيم بالخروج وهو في أور الكلدانيين ده اللي برأناه من تكوين 15-17 وتكوين 12 ومش بس كده يشوع شاهد لهذا الحق لكن في الغالب في حران أكد الرب أمره السابق اللي قالوا في أور ومن حران حركوا الرب إلى كنعان ولم يارس فيها ولا وطأت قدم لكن الرب وعدوا إن نسلك سيمتلك هذه الأرض وفي البداية هشعروا إن هم ورباء في الأرض فهي ليست لهم ثم يستعبدون لأمة أخرى طبعا هنا يقصد مصر لمدة أربعمائة سنة طبعا استفانوس هنا بيقدم رقم تقريبي لزمن عبوديتهم لأن الرقم الحقيقي هو ربعمية وتلاتين سنة في هذه السنين لم يتركهم الله أو يهملهم بل أدان الأمة اللي استعبدتهم أرجو أن ننتبه إن استفانوس يشير بوضوح إلى الله العامل في كل هذا التاريخ فهو اللي ظهر وهو اللي تكلم وهو اللي وعد وهو اللي أدان وهو اللي أنقذ وده نوع من إقرار إيمان استفانوس في شخص الله عكس التهمة الموجهة إليه إنه ده بيجدف على الله ثم من أور إلى حران ومن حران إلى كنعان ومن كنعان إلى مصر والعودة إلى مصر إلى كنعان كان الله يوجه ويقود شعب والسؤال لماذا فعل الله كل هذا الإجابة بالبساطة لأن الله صنع عهد لإبراهيم وعطاه الختان علامة لهذا العهد وعد الله أن يباركه ويبارك نسله وهكذا فعل الله بل وكان الله بين الحين والآخر يجدد عهده وفعل ده مع إسحاق ومع يعقوب أيضا رئيس الأصلات وبعدين ننتقل استفانوس للشخصية الثانية المميزة في هذا التاريخ وهو الكلام عن يوسف واستفاد في الكلام عن يوسف في أصح 7 في الآيات من 9 إلى 19 وعايزوا قلنا أنه زي ما كانت فيه مفاجأة أن الله يظهر لإبراهيم في قور الكلدانيين الوسانية المفاجأة الأخرى أن الله يظهر ويعتني بيوسف ويستخدمه في مصر كلمة مصر وردت في هذه الأعداد 9 إلى 19 سبع مرات بالطبع أصد استفانوس بهذا أنه اللي بيسمعوه يدركوا أهمية مصر هي الأمة اللي أشار إليها قبلا حيث يستعبد فيها نصر إبراهيم ربعمائة سنة وفيها بيع يوسف كعبد بيد إخوته وهكذا بدأ يوسف في مصر غريبا بل عبدا لكن الله كان معه وأنقذه من جميع ضيقاته يعني معناها أن الله كان في مصر وضع في السجن ظلما يوسف لكن الرب جه وعطاه نعمة في السجن وحكمة أمام فرعون ولما فصر لي أحلامه وهكذا أقام فرعون مدبرا على مصر وعلى كل بيته وما كانش الله مع يوسف فقط لكن كان مع أسرته أيضا أنقذهم من ضيقة ومن مجاعة شديدة وجاء الخلاص من مصر وذكر استفانوس صعود إخوة يوسف إلى مصر سلاس مرات الأولى للحصول على القمح ده في عدد 12 والتانية لما عرف يوسف نفسه لإخوته عدد 13 والتالتة لما أحضروا يعقوب أباهم معهم وكذلك زوجاتهم وأولادهم كل النفوس 75 نفسا عدد 14 والعدد المشار إليه هنا مأخوز من الترجمة السبعينية لأنه نص العبرانب يشير أن العدد كان 70 نفس في الغالب استفانوس وضع في حسابه بيت يوسف معهم لا شك كان نزول يعقوب إلى مصر أمر شاق جدا عليه بالتأكيد هو يعلم أن الله منع أبيس حاق من النزول إلى مصر في ظروف مجاعة مشابهة عشان كده ظهر له الرب في الطريق عند بئر سبع وقال له هذه الكلمات الرائعة أنا الله إله أبيك لا تخف من النزول إلى مصر لأني أجعلك أمة عظيمة هناك أنا أنزل معك إلى مصر أنا أصعدك أيضا ويضع يوسف يده على عينيك عشان كده نزل يعقوب إلى مصر وعاش ومات هناك هو وابنائه بعيدا عن أرض الموعد نقلت أجسدهم لتدفن هناك ثم أعاد استفانوس إلى ذاكرة المجمع الموعد اللي أقسم به الرب الإبراهيم وتحقيق هذا الموعد في آية سبعة وأخبر الله إبراهيم بأن نسله سيستعبد ربعمائة سنة لكن الآن بيقترب الوقت لتحقيق ما وعد به الرب إبراهيم وفي الحقيقة قدم الرب وعدين لإبراهيم الأول أن يعطيه نسلا كنجوم السماء في الكسرة والثاني يهبه أرضا وده اللي بنقرهه في تكوين 12 وتكوين 15 وتكوين 22 يضيق الوقت إن احنا نرجع لهذا المصوص تحقق الوعد الأول اللي هو بالنسل بميلاد اسحاق واستمر في تحقيقه بعد ذلك حتى أثناء عبوديتهم في مصر إذ كان الشعب ينمو ويقصر في مصر زي ما قال استفنوس في آية 17 لكن التحقيق الكامل لوعد الناس لهذا تم في شخص المسيح يسوع في غلطية 3-16 يقول لنا أما الموعيد في قيلة في إبراهيم لا يقول وفي نسله لا يقول وفي الأنسال كأنه عنك سرين بل وفي نسلك الذي هو المسيح فتحقق وعد النسل فكيف يتحقق وعد الأرض هذا لابد أن تسبق معاناة كثيرة قام فرعون آخر لما يكن يعرف يوسف احتال هذا على بني إسرائيل أسائلهم جعل أبنائهم منبوذين لكي لا يعيشوا ده اللي قاله استفنوس في آية 18-19 من قلب هذه المعاناة كان الرب يعد مخلص ليقودهم إلى الأرض التي أعدهم بها وهنا تكلم استفنوس عن موسى كده في الكلام عن إبراهيم وعن يوسف رد التهمة اللي كانت ضده أنه بيجدف على الله وإزاي يتكلم عن الله في حديثه عن إبراهيم ويوسف لكن كان فيه تهمة تانية أنه بيجدف على موسى أو هو ضد موسى وده اللي رد عليه من آية 20 إلى آية 43 رد موسى استفنوس على التهمة الأولى ودلوقتي بيرد على التهمة التانية زي ما كان موسى مكرم عند كل اليهود هكذا كان عند استفنوس لشان كده أطال الحديث عنه أكثر من إبراهيم ويوسف ونرى إن استفنوس تحدث عن موسى ومراحل حياته الثلاثة اللي استغراكت كل منها 40 سنة فموسى عاش في القصر 40 سنة ثم في البرية راعي غنم 40 سنة وبعدين 40 سنة تلتقائدا لشعب الله في خروجهم لمصر وفي البرية أيضا فموسى كابن في القصر يتكلم عنه استفنوس في أصح 7 من آية 20 إلى آية 29 وهنا موسى استفنوس معذرة بيربط بين ميلاد موسى وعبودية ومعاناة بني إسرائيل في مصر لما بيقول في ذلك الوقت عاش موسى في بيت أبيه وهو طفل رضيع 3 شهور ثم انتقل إلى القصر حيث تبنته ابنة فرعون وهناك تعلم بكل حكمة المصريين وأصبح مقتدر في القول والفعل طبعا مع الوقت أدرك موسى هويته أصله وفهم ما يحدث في مصر تجاه أمته ولما بلغ سن الأربعين قرر ان هو يفتقد أخوته من بني إسرائيل واضح انه بدأ يفكر في محنتهم ويبحث عن علاج وشاف قدامه حالتين من الخصام قرر انه يتدخل بنفسه في الحالة الأولى أنصف الإسرائيلي على المصري وقتل المصري إذ رأى ظلمه على الإسرائيلي في الحالة التانية ودي كانت في اليوم التالي كانت المشاجرة بين اتنين من بني إنسو لحاول يصلح بينهم في الحقيقة موسى غالبا كان يتوقع أن الإسرائيليون هيدركوا أن الرب سيخلصه من عبودية المصريين بيد موسى لكنهم لم يفهموا بل إن الشخص الإسرائيل الذي كان يظلم أخاه تحدى موسى وقال له من أقامك رئيسا وقاضيا علينا أتريد أن تقتلني كما قتلت أمس المصري ده في عدد 27 وعدد 28 من أصح 7 في حديث وفي دفاع أسطفانوس هنا أدرك موسى إن أمر قتله للمصري صار معلوم للكثيرين وحتما سيصل الخبر إلى القصر فقرر إن هو يهرب من مصر وذهب فعلا إلى أرض مديان وربما قصد إسطفانوس أن يكشف إن ما فعله الإسرائيليون مع موسى رفضهم إياه مخلصا ورئيسا وقاضيا هو ذات موقف إسرائيل مع يسوع المسيح فقد جاء إلى خصته وخصته لم تقبله وكانت هذه بداية الأربعين سنة الثانية اللي هي راعي للغنم في مديان ودي بنقرأ عنها في الآيات من 30 إلى 34 في أعمال صنع إسطفانوس الحقيقة لم يتوقف كثيرا أمام هذه الأربعين سنة الثانية في حياة موسى لكنه أشار في البداية لأنه صار غريبا في أرض مديان وده اللي قاله بعد كده موسى عن نفسه عندما ولدت صفورة زوجته ابنه الأول جرشوم دعاه موسى بهذا الاسم لأنه قال كنت نزيلا في أرض غريبة وبكده بيشترك مع كسيرين من الأباء قبله اللي قاله نفس المعنى تقريبا ذهب موسى إلى أرض مديان شمال غرب الجزيرة العربية أو شرق خليج العقبة إلا أن هذا الهروب من مصر والغربة في أرض مديان كاناء جزء من الخطة الإلهية ليس فقط لموسى بل لشعب الرب لأنه في النهاية نهاية هذه الفترة ملاك الرب ظهر لموسى في برية جبل سيناء في لهيب نارع الليقة ومرة أخرى هنا يؤكد استفنوس ظهور الله خارج الأرض المقدسة أو مرة كمان بيظهر في سيناء ويقدم الرب دعوة لموسى ويأكد له أنه لم ينسى شعبه وحتما سيحقق الله وعده بخلصهم وسيكون موسى يد العاملة في هذا الخلاص خلونا نوفينا صديق المشاهد ونكمل دفاع استفنوس عن نفسه والتهم الموجه إليه وهو بيتكلم عن موسى بعد كده كراعي لشعب الله في البرية ملاحظ معايا أن كل التاريخ يصير تحت سيادة وقيادة هذا الإله العظيم علشان يوصل خلاص للشعب وإلى لقاء جديد في حلقة أخرى في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم وإحنا بنكمل قصة الكنيسة والرب معكم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر